بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم اخوكم علي الزاير في هذا السين جيم لايف ستريميك والغرض من هذا الفيديو كما اعتدنا اني اشوف اسئلتكم اجاوبها بالدرجة الاولى فيما يتعلق في منتجات ستاينبرغ بالخصوص كيو بيس ما يمنع لو كانت اسئلة برا هذا شيء اعتقد طبيعي ولكن اذا كان عندي الاجابة اكيد ان شاء الله ما رح يقصر تركيز على البرنامج لان كثير من الشباب عنده بعض الاسئلة المباشرة اللي يبغي يشوف طريقة التعامل مع البرنامج فيها يعادة السؤال في كل حلقة ما عندي اي مشكلة الغرض ان اطلع معكم لايف وحقيقة هذا اللايف دائما يسعدني تواجدكم التواصل معكم وفي البداية يعني اكيد مسألة الصوت اذا كان موجود يعني انا اعتقد ان الصوت اه موجود بس اذا احدا يأكد لي هالصوت موجود انا بالنسبة لصوتي هذا وبالنسبة لصوتي البرنامج اذا احدا يأكد لي ان الصوت موجود علشان ابدأ طبعا لغاية ما تجمعون الشباب يحطون اسئلتهم وستفساراتهم وعلشان لا يصير الوضع ممل فضاوات واجد وصمت فانا ببدأ اجاوب على الاسئلة اللي اجمعها من الكومنت في القناة بعضها اجاوبها مباشرة في الكومنت وبعضها اشوف انها تحتاج ان تكون في الستريم لايف فحياكم الله شباب بس لو احد يأكد لي ان الصوت موجود لانا راح ابدأ اجواب على الاسئلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حياكم الله شباب اللي موجودين مباشرة اللي عنده سؤال يسأل لان انا ببدأ اجاوب في الاسئلة اللي توصلني في الكومنت بسم الله اول سؤال عندي يعني انا بحاول احط الاسئلة بالطريقة هذي لانا علشان نختصر مسألة قراءة الاسم حياكم الله تسلم على الشرح الجميل ممكن اسأل ايش افضل برنامج تسليل صوتي لللاب توب امكانيات ضعيفة وهل يمكن استخدام برو توز بهذه المواصفات يعني انا اذا بجاوبك على دي السؤال باقولك ابتعد عن برو توز لانا انت قلت ليه جهاز ضعيف ومشكلة الجمعة اللي استخدموا برو توز ان يبقون جهاز قوي لذلك يعني هما ما ادري وش اللي اقنحوا من الماك يكون افضل معموما اذا عندك ماك جهاز ضعيف مثلا امكان انت بسيطة او عندك وندوز لاب توب امكانيات ضعيفة فحاليا الشباب يعني يستخدمون استيديو وان وستيديو وان برنامج خفيف ولطيف وممكن ان يؤدي الغرض باقولك روح كيو بيس بحكم ان يعني القناة بالنسبة لي بتكون مرجعية اليك في عالمنا العربي على الاقل انا واثق من الشي اللي موجود في القناة لكن لو شفت انك ارتحت للبرنامج الثاني فما عندك مشكلة اعتقد سوان كيو بيس النسخة اللايت الخفيفة بس ركز انك انت تعرف اساسيات وهذا بيكون كافي بالنسبة لهذا السؤال نشوف السؤال الثاني احسنت استاذ الطلب اذا ممكن تسويلنا شرح كامل لطريقة مكساج المجالس الحسينية اللي تكون مسجلة من المش بسجلة بجهاز الزوم أولا بالنسبة لي أنا شخصيا يعني من مدة طويلة لما تعاملت مع المادة هذه ونحن نتعامل مع تسجيلات ستوديو لكن المبدأ العمل واحد يعيقني أن أنا نفذ مثل هذا الموضوع أنه ما عندي المادة يعني أنا عشان أشرح هذا لازبت تكون عندي المادة فإذا أنت تشوف فعلا ضروري بالعكس يسعدني أن أنا أشرح هذه الشغلات العزيزة على قلبنا فأعدكم شباب نروحوا للمنتدى وحطوا المادة يعني هناك روابط أحملها وأشوف وأختار منها وإن شاء الله أنا أفذ لها حتى سلسلة إذا كامل أمكان أنا ما عندي أي مشكلة في هذا الموضوع هذا الجوابي شباب اللي موجودين إذا أحد عندي سؤال حياك الله يحيا حياك الله يسعد مساك محمد أهلا أهلا أبو نورا حياك الله عديش شوية ما ركزت على الحضور توني مركز خلنا شوف سؤال بعد أخي الكريم هل هناك طريقة لنقص صوت الأغنية تدريجيا أثناء الماسترين قبل انتهاء الأغنية أوتوماتيكيا ما يعني حينها تسمع الأغنية في آخر بعد ثواني نقص الصوت الإجمالي تدريجا جزاك الله خير تمر خلك معي إذا أنت عندنا أو بعدين تشوفها في الأوفلاين إذا افترضنا أن هذه هي النهاية الأغنية فعندك طريقة الأولى أنك أنت تسوي فايد إلى المدة اللي تبغاها إذا حاب تعرف المدة اللي تبغاها يعني مثلا بالطريقة هذه تشوف أنت كم المدة اللي تبغى تعرف تسوي لها فايد فهل أنت بتتعامل مع البار ولا مع الزمن بالثواني خلينا نفترض أنك أنت تتعامل مع الزمن بالثواني فتغير المصطرة هنا فتلاحظ هذا الزمن range length وتأتي يعني من النهاية نوعا ما وتأخذ الزمن لاحظ يعني نوصل ثلاثين ثانية إذا كانت الثلاثين ثانية هذه اللي تبغاها فتضغط A فراح يسوي لك فايد إذا شعرت أن الفايد هذا تدريج اللي حقه مو عاجب منك تضغط في المنطقة هذه double click وعندك هذه التدرجات وممكن أنك تتحرك بالطريقة هذه يعني أنا جوابتك بتفصيل صحيح ولكن لأن سؤالك يعني في نوع من البداية فيه ولكن التفاصيل الصغيرة هذه محتاج إنها الجواب فأتمنى أن أنا يعني أعطيتك الجواب اللي ناصب رغبتك طبعا فيه فكرة ثانية وهو الautomation يعني لما تفتح هذا الvolume الautomation نفس الشي تقدر تأخذ بالطريقة هذه لاحظ العلامة هذه هتقدر تسوي الفايد بالشكل هذا وبالنسبة للقوس إذا حاب تسوي الفايد بالطريقة اللي تبغى فهذا الاسلوب يعني أنا حقيقة حبيت أن أجاوب بشيء فعلا مفيد معل عذرني لو أعطيتك تفاصيل ولكن عشان تستفيد من الفكرة أكثر قدر ممكن الكلام هذا ينطبق على البداية والنهاية أنه سؤال هنا من يحيا طيب يا يحيا سؤالي هل في سؤالي هل في فايدر مستقل بحيث بحيث لما أحدد لتراك يكون هذا الفايدر ظاهر لكل تراكات على حدة ما فهمت السؤال هل في فايدر مستقل بحيث لما أحدد لتراك يكون هذا الفايدر ظاهر لكل تراك على حدة يحيا هل أنت تقصد الفايدر هذا لكل تراك يعني خلينا أفتح تراك طيب حين أي تراك تختاره هذا الفايدر يكون إله هل هذا سؤالك يحيا هل هذا الجواب إذا هذا أكمل أعطيك بعض النصائح في الفكرة هذه نتوقع أنت تقصد شيء ثاني الله العالم خارجي بحيث لما أحد التراك الفايدر أتحكم فيه شوف تمام أولا أنت عندك هذه الإدت مجرد تختار أو تختار من هنا تتنقل بين التراك هذا فيدر مخصص للتراك اللي أنت شغال عليه هذه الفكرة الأولى الفكرة الثانية هذا الإنسبكتر موجود هنا لكن بعض الأحيان يمكن يعني أنا مثبت بعض الأحيان يكون منخش مصحي التعبير يعني لما مثلا تضغف كذا هذا يكون مثلا منخش فما يطلع وياك وش الحل لما أنت تفتح كده وتروح يثبت وياك في حالة إذا أنا يعني محدد لو تروح لهذه لاحظ العلامة هذه الgear تقول له setup وتجي تقول له هنا pin هذه لو ممفعلة تقول له أوكي يعني لو فتحت الفيدر يعني أنا ما أدري ليش ثابت بس عموما ممكن يقفل عليك يعني تروح تنتقل فهو يقفل عليك بالطريقة هذه أوه اللحظة اللحظة هلن نشوف مثلا لما تفتح هذا اي بالضب لما تروح لهذا وتتنقل بينهم فهو يقفل فالفكرة الأولى أنك مثلا تفتح الفيدر بالطريقة هذه ولما تتنقل بيكون ثابت معاك لكن أنا أنصح دائما أنك تعمل لبين تجي له هذا setup وتقول له الفيدر هذا بين أن هذه لحظ العلامة تقول في شغلة أن يطلع لك فيدر لحالة ما هي متعلقة بالفيدر هذا إنما أذكر أنها متعلقة بال استيريو هذا أنه يطلع لك يفتح لك ويند وهنا استيريو ماذا يعني هذه حركة كانت قديمة هل هم ما زالوا عليها كنا نضغط دبل لك على هذه ويفتح عشان تحكمات تكون يعني أسهل تمام خلاص ما في سؤال هلنا نشوف تمام خلني بروح إلى الأسئلة التي عندي العزيز وفريض ياريت سوي سلسلة شرح واجهة الكيو بيس في دول عيونك أنا اللي أقول لك في دول عيونك عزيز يعني واجهة الكيو بيس شرحتها من بدايات القناة أعرف أن البعض يكون جديد على القناة و يعني متعب بالنسبة لها أن يروح إلى بداية القناة أنا ما أدي ليش مع أن هي مجرد نكتة الصفح تقول لها أعرض لي الأولد فيبدأ في التسلسل من المقاطعة القديمة شرحت واجهة الكيو بيس يعني غالبا ما تغير الشغلات تواجد مع التحديثات عن الشرح اللي شرحت ولكن ممكن أن أسويها من جديد سلسلة شوية أسرع ممكن هذا الكلام الشرح الواجهة الجديد بس غالبا يعني ملاحظ أن البلايليست التسلسل اللي أنا مساوي في البلايليست متعلق بكل الخلاط هذه مثلا الفايل في عندي بلايليست اسمها فايل تقدر تروح لها وتشوف الخصاص اللي متوفرة في الفايل بلايليست يعني هكذا هم التصنيف هذا راح يساعدك واجد راح يساعدك طبعا شباب كالعادة أنا أحدد نص ساعة أكثر إذا ما في وجود فهي نص ساعة إذا ما في حضور فهي نص ساعة وأ أقفل البث إذا جاء الحضور وفي أسئلة فا شوية نمد البث فخلينا بروح إلى سؤال ثاني من أسئلة من أسئلة اللي معاي هذا عشان إليها بحق علينا برضو سلام عليكم ممكن تساعدني لما نسوي رندر يطلع التراك الجديد ما بصوت إذا تقدر تساعد ماذا ماذا إذا أقول لك انتظر حلقة عن الرندر وفي تفاصيل كثيرة ولكن يعني بغالي أعرف وشو الظروف اللي أنت سويتها يعني لو مثلا تروح المنتدى تحط لي بالصور الخطوات اللي أنت سويتها علشان نشوف وان الغلط في الموضوع يعني كونك أنت تسوي رندر وما يطلع الصوت فأكثر سبب أنا ما عارف حين وشو سبب المشكلة لكن أكثر سبب أن الآت بوت هذا فاضي ما في شي لاحظ هذا التراك يعني هذا لما أسوي الرندر نحين أتوقع ما يطلع صوت أتوقع أنا قلت ما جربت طلع صوت بس عموما يعني الأفكار هذه مرتبطة بال Output وال Input معلش هو طلع صوت لأن في بعض الخصاص زي ما قلت لك أنا إن شاء الله بي يكون في مقطع عن الرندر يعني مثلا لما أنت مختار Signal Path هذه Signal Path خلا نقول لحظة بس خليني ألغي هذا جديد وتروح تقول رندر أنا أريد أن أرى الظرف الذي يصير لك يعني أنا لا أدري كيف يصير ما في صوت Complete Signal Path يعني هذا وهذا مرتبط بال Output فهذا إذا مطالع على Output المفروض أنه ما يطلع صوت يعني حتى رندر عملا خلنا نقول مرة ثانية زي ما أكلك أنا حاول أسوي الظرف اللي ما يطلع لي صوت يمكن يكون لا إذا ما في Output ما يقبل أني سوي render لغاية لان أنا قاعد أشوف كده يعني أنا نقول render complete ما نشيل هذا ما يقبل عموما ممكن بقز يعني مشكلة بعض البرامج مكركة ممكن إذا في المكرك يصير حواش مثلا من هذا النوع لازم تشرح علي بالضبط خطواتك وليش ما طلع صوت علشان أقدر هجاب أنا أشوف سؤال هنا حبيبي أحياء سؤال بالرضاء ألاحظ في بعض دروسك في تراكات مثبتة بالمكسر على اليمين ما في طريقة لتثبيت بعض التراكات بالمكسر بحيث تظل ثابتة ما هي طريقة تثبيت بعض التراكات بالمكسر زين شوف خلينا نفتح مكسر اللي هو كنترول ألت إي عشان يفتح هذي اللي تحت هذا المكسر اللي قدامي أنا بافترض أنك أنت قعد تستخدم هذا وبروح لداك لأنه في كتا فكرة لا بد أن أشرحها لا أشرح الفكرة هذه لما تجي للفيزبل هنا تلاحظ كلمة زون هنا كلهم في النص وهنا بصيرون كلهم مثبتين على الطرف وهنا كلهم بكونون مثبتين على اليمين هذا خلاص يكون ثابت هذا لا هذا المتحرك ما عليش أنا ما أبغل أخبطك بس خلينا ناخدهم جزء جزء هذا يكون على اليسار وهذول يكونون على اليمين يعني عندي تراكات زيادة خليني أفتح تراكات زيادة بس عشان أقول لك وش اللي بيصير لنعمل زوم لاحظ حين اللي قاعدين يتحركون هذول اللي فيهم تضليل هذول اللي على اليسار وهذول اللي على اليمين ما يتحركون أبدا السؤال الثاني اللي أكيد أنت بتضيح فيه لما تفتح المكسر المكسر فتح في الشاشة مو بشكل جيد خليني أروح المكسر عندي قاعد أستخدم شاشات واجلة الحين شوية المسألة يمكن ما تكون سليسة زيادة خلنشوف هذو نقاعد المكسر تعال 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 أخوني عيدا أبغى أجيب من الشاشة الثانية لازم نلعب شوي عموما الطريقة هذه لاحظ ما هم ثبتين على اليسار وعليمين أكيد يصير لك هذا الظرف إذا الفكر هذي اللي بقول لك الحين أنت ما تعال معها هو أن تعمل سينك بين هذا وهذا الآن الظرف هذا انت تحتاجه ولكن لو تبقاهم يعملون sync مع بعضه بحيث انه اللي يتغير هناك يتغير هنا يثبت فهنا تجي الى هذه لازم تعرف انه هذا المكسر sync مع مثلا المكسر رقم واحد اللي هو بدون اسم هذا او اثنين او ثلاثة او اربعة كيف الكلام هذا بتشوفه هنا لاحظ هذا اللي تضغط F3 ويطلع هو اللي بدون رقم وبعدين اثنين وثلاثة اللي انا بغاه الان ال F3 يعمل sync مع هذا فالان المفروض لما اتضغط F3 ينعمل sync معه مع هذا خلينا نجرب الان نغير خليهم كلهم منا ودولوا كلهم منا لاحظ حصل تغيير لاحظ الان هم sync مع بعض انا ما بغى اطول زيادة في الموضوع عشان لا اعقد الفكرة وبعدين انت تشتت فقط هذا اللي تحتاج تعرفه انه عندك مكسرين لازم ينربطون مع بعضهم في الشاشة الاساسية والشاشة والمكسر الكنسول الاساسي زي ما قلتلك هذا يعتبر اساسي ما لها اي مسمى وهذا زي ما وريناك هني هو اللي تضغط معه F3 فلما تجي تقول له sync معه انا اكتفي لغاية هني الجواب يحيا في شيء تبضي في الموضوع او لا خلاص ابو يحيا الكردي تفضلتم تفضل سؤالك ما اللي داعي احنا فاتحين المجال هذا للكل خلينا اشوف سؤالك ابو يحيا اعرف افتح تراك الاول لكن كيف افتح قناة ثاني وثالث واجعل فيه ريفيرب ودلي وارسلهم سند كاني فهمت سؤالك بس مو بالضبط لو تفصل اكثر عشان اروح مباشرة للجواب اعرف افتح تراك الاول لكن كيف تفتح قناة ثاني وثالث واجعل فيه ريفيرب ودلي وارسلهم سند شوف انا باجاوبك بالشي اللي فهمت من سؤالك وان شاء الله يكون هذا الجواب اللي انت تبغاه يعني خلينا نفتح تراك ها فتحنا تراك اول على حسب وصفك انا بمشي هذا تراك اول قناة ثاني وثالث واجعل فيه ريفيرب ودلي وارسلهم سند اذا بطريقة الوصف حقك نفتح تراك افكس هذا نجي هنا وتقول لي اد افكت تراك وتبغى شنه هذا افكت ريفيرب هذا فتحنا سند تراك ريفيرب ما علينا من التفاصيل الان عندي تراك ثاني وبافتح تراك ثالث في ديلي ديلي انا انا ماشي على وصفك علشان اكون قريب الى اللي انت تبغاه ربما انت تقصد شي ثاني لكن انا بمشي هذا يعني ملتي توب ديلي بتفاصيل واجد بس هذا ديلي الان فتحنا تراك اول وفتحنا تراك ثاني وثالث ريفيرب ودلي تيجي الى هذا الاتراك الاول وتيجي الى السند هنا لما تضغط على هذا السهم لاحظ الاسم افكس وان ريفيرب استيريو هذا افكس وان ريفيرب استيريو فخلاص انت الان جبته السند وتشغله تشوف صار اللون برتقالي تبغى الملتي الدلي تيجي هنا وتقول لي ملتي توب ديلي ونفس الفكرة وانت تسمع تحرك هذا عشان الكمية اللى انت تتبغى يعني مسألة الكمية انت حاول تتعمق في الرفير والدلي والاشياء هادي التفاصيل بو يحيى الكرد اتمنى ان هذا الجواب اللى انت تتبغى اتمنى ان تتبغى اتمنى ان تتبغى اتمنى ان تتبغى كورد واحد لو عدة كوردات القصائد ممكن اعرف القصائد الحسينية بالنسبة للارضيات طبقة ثابتة يعني كورد واحد لو عدة كوردات اللى يبغى يخربط موسيقيا بيضع كورد واحد اعطيك يا صراحة وللأسف انا سمعت سمعت قصائد فيها باكي جراوند لكن بما ان باكي جراوند والناس حماسح وحيوية ومدروا ايش فهما هتكلم عن اللايب فهل انت تقصد اللايب لانه اشوف بعض اللحنان يحطون كورد واحد يعني الموزع كده متحمس وحاب بالشغل زيادة فبيروح اضلك اكتر من كورد لكن اكيد الافضل انك تحت كوردات واجد على حسب تنقلات اللحن لايف وما في ايقاع والكلام هاده الله عينه بيتعب لكن يجب مع الشغل والهندسة الصوتية وكل فن من فنون هي متعة وممارسة انت حطلك فكرة اشتغل عليها واستمتع فيها يعني اختصلك الموضوع بهذه الطريقة جاوبتك وعطيتك نصيحة فان شاء الله تكون مفيدة تمام يعني انا قربت على النصاعة عندي هنا العداد والنصاعة فخلينا شوف من اسئلة التعليقات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولكن هو يسأل طريقة السنت في مكس الفوكل افضل ام طريقة عادية اضافة الفلاتر على الصوت مباشرة هما اساسا فكرة خليني بس اوضح هو سؤاله وشو انك انت تحطهم انسرت مباشرة او انك انت تحطهم على السنت مشكلة الانسرت مباشرة انك انت خلاص دخلت الصوت في خامة الفلتر فاذا الفلتر خوش وتكان يعني جميل بمشيك وبيسوي لك شغل حليو اذا له هلا هلا يعني باش فمكسك ماش لكن هو نفس هذا اللي اللي مو خوش لو استخدمت السنت بتطلع نتيجة افضل من الانسرت فهذا الجواب على السؤال عزيز وغالي يحياء بس يا ري تشوف لك وقت تمر تشرب قهوة انت تعرف ان انا في الليل ما اشرب قهوة بس مشاركة يعني ها ها Causeyا عندنا سؤال شوي طويل خاليا نعرف نجاوبه السلام عليكم بالنسبة قوي تليق إلىjm احياناً تكون الايقاعات الخليجية او العربية تحتاج من سرعة التومبو سريعة أ Preston فضلاً لو استخدمنا اي Sequencer او اي مكتبة تلعب بريتن بيكون سريع جدا وغير متناغم ايش الحل اه صحيح في مكتبات مثلا بالكونتاكت اه لوبات تكون اه نحضرس شوية انا ما اه تمام اه خليني بس ارتب الفكرة وكأن انا فهمت سؤالك بالضبط انه اذا سرعت زيادة ما بيكون ايقاعه سليم مع السرعة الحقيقية هي راجعة الى المادة داتا حاجة يسموها المادة داتا زي كده يقولك مثلا في بعض اللوبات تكون الرينج حق السرعة مثلا من تسعين الى مئة وثلاثين يتمغط لك وينكمش على حسب السرعة اللى انت موجود ويمشي معاك لكن متى ما فاق الحد هذا خلاص يبدي السنك حقه يكون فالت ما مهو ماشي هم مصممين كده علشان يقولك ما تقدر يعني تفقد الجودة فيه يعني لو بطيت واجد تفقد الجودة فيه ولو سرعت واجد تفقد الجودة فيه الحل دائما انك انت تعمل اللوب سلايس كيف تعمل سلايس يعني بعض انت تتكلم عن الاوديو لان في الميدي ما هي المشكلة هذي مموجودة او انك عادي حتى الميدي بعد تبغى شفت المشكلة هذي لان كانت سكوانسر استخدمنا اي سكوانسر المشكلة هذي ما بتكون في الميدي لان الميدي انت تقدر ترتبهم واي برنامج قايت عامل مع الميدي في كل السرعات لكن المشكلة هذي دائما تصير في الاوديو الاوديو اللوبات تكون مصممة بايقاعية معينة الى السرعة معينة كده كده ما تقدر تتجاوزها فانسى بحل انك انت تعمل لهم سلايسين يعني مثلا هنا في الكيو بيس لو مثلا اخذنا لوب وش نقصد بالسلايسينج اذا ما اشي الصوت الكوي بس عليكم نشوف فيت هذا لما تفتح على السامبلر ترك تبع على كيو بيس برامج واجد سامبلنك شباب فمش القضية متعلقة بكيو بيس هاليا لاحظ كلمة سلايس سلايس هذي تشغلها فخلاص يجزئهم اليك لما يجزئهم اليك لما يجزئهم اليك فكأنهم صاروا ميدي نوت فخلاص في الحالة هذي يقدر يتمغط لك على السرعة اللي انت تبغاها والسكوانسر اللي انت شغال عليه وتفرد لما مثلا تجي تسحبه بطريقة هذي خلاص احين هذا يعتبر الايقاع خلينا نقص منه نشوف كده رصا هم بطفي هذا لاحظ قاعد يمشي هنا في الحالة هذي لو تودي سرعة مئة وتسعين ما علي بالاختنا غالبا يعني ما تأثرت جودة الايقاع ولكن لو رح نبط بزيادة بزيادة ممكن يصير فيه فراغات عشان يعوض البطاة هذي خلينا نجرب نروح الى 60 لاحظ فيه كليكات الكليكات هذي لانه صار فيه فراغ بين القطعة هذي والقطعة هذي علشان يعوض لك السرعة لكن الفراغ هذي له حلول ما فيه مشكلة كروسفيد وهذي الاشياء هذا افضل حل تتعامل معه الى صوات الاوديو سلايسنج تقطو حمود بالطريقة هذي طيب يحيى شكلك تسعى السوء الاخير خلنا نشوف لكل تراك ناقص 18 على الـ سلايسنج اخر سلايسنج اوك اذا عمل طريقة صحيحة بالنسبة سلايسنج للأسف صار سوء عندي هنا اقرام ممرتب انا اعمل انا اعمل يحيى لا تكتب انجليزي عادي بافهملك لان مجرد تكتب انجليزي اليوتيوب يرمي الكلام يمين يسار ويعرف فس الدنيا يحيى اكتب سوال مرة ثانية كل بالعربي الارقام ناقص 18 بس حتى لو تكتبها بالعربي بعد افضل يعني اقصد لا تغير الكيبورد وانت تكتب لا تغير الكيبورد تكمل سوالك كل بالعربي ولو جتلك الارقام بالعربي بعد مو مشكلة هادي انت ايفون ولا سامزين عموما يحيى انتظر سوالك زين ناقص 18 على البيك وبعدين هذا جملة اللي بعدها يحيى ناقص 18 على البيك واجد ناقص صادق يحيى يعني انت تتكلم عن مكان هنا عموما خلينا نشوف البقية هل هاي الطريقة صحيحة شوف يحيى من خلال كثير من التجارب اللي جربت على كمبراسرات واتوقع ان في سلسلة الرفرنس تراك انا التجربة هذي سويت تا قدامكم ان بعض اللي بلقنزات اه علشان تبدأ تعمل ريدكشن الكمبراسرات تبدأ تعمل ريدكشن فالصوت فيها ناقص 18 هذه نقطة الصفر عند الكمبراسر هذا فهذه شغلة انت لازم تعرفها في اي بلقنز تقراها في المانوال الكمبراسرات سهل انك تعرفها انا التطبيق سويته في الرفرنس تراك الكمبراسرات سهل انك انت تعرفها ليش؟ لان اذا انت في السويت سبوت حق البلقن فانت بتاخذ منه الجودة الافضل يعني مثلا لو السويت سبوت حق ناقص 18 وانت قاع صوتك ناقص 23 فبتروح تضغط واجد علشان يوصل للناقص 18 وبعدين يبدي يعمل ريدكشن فانت ترهقها احكي بترهقها ما بيعطيك جودة الجودة قد ما تلاحظها لكن يقولك انا السويت سبوت حقي ناقص 18 فهم زي اللي كان صارت صار عرف في البلقنزات ان دائما ناقص 18 هذا جوابي على سؤالك هو افضل هو مو افضل خلي ادونك تحدد طيب شباب سؤال اخير قبل لا اقفل لان بكل امانة انا اليوم يعني دعواتكم بداية شكلا في الونزة فا يعني تمامني قدرت اوصل خليني بعد اجاوب على الاسئلة اللي عندي هنا سؤال سؤال اخير من مسئلة الشباب جاية يصير عندي مشكلة اقاع اقاع اللطنة لما ندخل البرنامج يتغير صوته يصير كأنه صوت تالف علما هو ما بي مشكلة خارج البرنامج شنه السبب شوف السبب مباشرة تغير السامبل ريت يعني انت لما تجيب صوت من بره ما ادري حين حاليا هل بقدر اجيب صوت من بره بسرعة هنشوف براوزر هاده ما ادري بحاول اجيب صوت من بره لما تجيب الصوت يسألك سؤال مثل هاده السؤال لاحظ هنا السامبل ريت سألت 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 السامبل ريت سألت 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 السامبل ريت لا تعرف sum rate كم بالنسبة لل Cubase تجي تشوف هذا افتح عدد عندما تجي هنا تشوف معلومات الصوت لاحظنا 24 bit 48 هنا 48 24 إذا هم متوافقين بيكون الصوت سليم إذا لا هذا غير هذا في شي غلط بيكون في الصوت بطيء سريع ما يتحمل مثلا 8 bit وانت جايبنا على ثمانية أربعين فتشوف الصوت هناك فتسمعهم كيف الجوال بس لما تجيب على البرنامج يكون الصوت مرة تعبان هذا الجواب اللي عندي طبعا الجواب هذا يحتاج إلى التفاصيل أكثر لكن التفاصيل تحتاج أن نجيب الصوت نفسه ونفس المشكلة يعني لو أنت تروح إلى المنتدى وتحط هناك الصوت وتقول لي هذا كده وهذا كده يعني شباب المنتدى أنا خليت علشان ما أقدر يعني اليوتيوب ما في الميزة أنك أنت تحط صور وتحط فيديو وتحط وتحط عندك سؤال وفي تفاصيل تحتاج صورة تحتاج ملف أسمعي تحتاج تحتاج منتدى الموقع يا شباب شعر ما يجيكم يا شباب خلينا الآن خلاص يا شباب راح نختم يعطيكم العافية يا شباب الحمد لله الحمد لله أنه ما خيبتون في هذا اللايف لأن اللايف اللي راح ما أستخدم ياك المصطلحات الإحباط لأنه خلاص أنا أكبر من هذه المصطلحات وإن شاء الله أنتون اتكارنا فإن شاء الله نشوفكم في اللايفات الجاية دائمًا اللايف شباب يكون ليلة الجمعة أنا ما أقدر في الليالي الثانية أحط اللايفات دائمًا اللايفات بتكون في ليلة الجمعة لكن جدولتها إن شاء الله قبلها بكم يوم بتشوفون أنه في إعلان لللايف ولأن أنا طلعت أكثر من اللايف سينجين فإن شاء الله اللايف الجاي راح يكون فيه عمل يعني فيه جلسة ميكس ولا جلسة توزيع ولا تلحين وتذر يعني ما راح تكون سينجين فهلا الله شباب نشوفكم إن شاء الله في اللايف القادم الله العالم متى بيكون ونعطيكم العافية شباب لأمان الله